هو طبعا بعد مطش الإسماعيلي ميستر مارسل كولر قرر أنه هو يدي راحة للعيبة لمدة خمس يام وهي فرصة مناسبة للاستعداد على كل المستوىات للمشوار الصعب أنت بعد الرجوع من الاستراحة دي استراحة المحارب عندك تقريبا هيبقى قدامك حوالي خمس يام تانين زيهم هيتخلى لهم رحلات طيران بقى من كل حد بنوصقه بزي ما بيقوله يعني لعيبة موجودة في اليابان لعيبة موجودة في السعودية لعيبة موجودة في جنوب أفريقيا لعيبة موجودة في الإمارات كل دول جايين بطيارات عشان يلحقوا طبعا في مطشاط منتخبنا هيلعب مع الجزائر لعيبة المصرية الدولية أو لعبة الأهل الدولية اللي بتلعب مع منتخب مصر هتتخلص في الإمارات يوم 16 فهتكون موجودة هنا يوم 17 لكن أعتقد مالي عندنا علي الدينجي بيلعب مع مالي في السعودية يوم 17 وأعتقد علي معلول بيلعب مع تونس في اليابان يوم 17 فطبعا هيبقى رحلة العذاب زي ما بيسموها كده عشان ييجوا من اليابان يمكن طبعا مشوار دينجي أسهل شوية يعني دينجي إلى حد كبير قريب ساعة زمن أو ساعة ونص يكون هنا لكن مشوار عالي معلول هيكون صعب الحكاية والرواية تتلخص فإنه الأهل مش هتجمع تقريبا إلى يوم 18 عشان يستعد للسفر لتنزانيا ويلعب يوم 20 مع سينبا التنزاني فبالتالي تقريبا مش هيكون عندك وقت بس مارسل كولر بيشتغل من دلوقتي على سينبا التنزاني سينبا فيرجن 23-24 اللي مختلفة بشكل كبير عن سينبا اللي واجهنا في دوري الأبطال من موسمين تقريبا وهو بالتأكيد واحد من الفرق خلييني أقول مش عايز طبعا أضخم الأمور أو وديها أكبر من حجمها لكنه واحد من الفرق اللي لازم تعمل حسابها واحدة من القوى الصاعدة في قارة أفريقيا وبكرة حلقة بكرة بالكامل هنحاول نقدم لحضراتكم شرح تفصيلي ووصف تفصيلي لسينبا في النسخته الجديد بقى معنا فقرة عين على المنافس كل منافسي نادي الأهلي في أفريقيا أو في كاس العالم سواء دوري أبطال أو سواء كاس عالم أندية أو حتى في الأفريق الليج هيكون لنا معهم مقافات مطولة ومفصلة في عين على المنافس في السادس